ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني اليوم الاجتماع التاسع للمجلس بحضور أصحاب السعادة وزراء الطاقة الأشغال وشؤون البلدية والتغطية العمرانين الصحة الصناعة والتجارة شؤون الإعلام بالإضافة إلى الرئيس التنفيذ للمجلس الأعلى للبيئة ورئيس الأمن العام وقد رحب معالي الوزير بعضاء المجلس منوها إلى همية الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين ويعكس التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة بالبحرين مشيد النأم عليه بما تتخذه الوزارة والجهات المعانية من إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز سبل الأمن والسلامة العامة وقد أطلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قرارات الاجتماع السابق بعدها انتقل إلى مناقشة بنود جدول العمل حيث قدم نائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير إيجازا أوضح فيه مدى الحاجة إلى تعزيز الحماية على المشآت النفطية وعلى أثر ذلك وما دار من مناقشات أكد معالي وزير الداخلية رئيس المجلس ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المشآت النفطية ووضع الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن موجها معاليه لتشكيل لجنة برئاسة محافظة المحافظة الجنوبية وعضوية ممثلي الجهات المعنية لتقييم التصورات المقترحة لمعالجة الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة من أجل حماية المنشآت النفطية بالمنطقة الجنوبية تحديدا وبالتعاون مع شركة تطوير من جهة أخرى طلع المجلس على إيجاز بشأن نتائج الزيارات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحضر الأسلحة الكيميائية لكل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية للاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال تراخيص دخول المواد الكيميائية حيث تم الاتفاق على اتخاذ إجراء سريع في هذا الشأن من خلال مكتب تنسيقي مشترك يضم مختلف الجهات المختصة منها وزارة الأشغال وشؤون البلدية والمجلس الأعلى للبيئة وشؤون الجمارك على أن يتبع ذلك دراسة معمقة حول التعامل مع هذا الوضع بهدف سرعة الأداء ودقة الأنجازة وفي ختام الاشتماع أعرض مع علي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه زيادة معدلات الأمن والسلام لجميع المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر